سلام عليكم بعد صلاة وسلام على رسول الله مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة وصفات أمي الغالية نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة وانتم تشاهدوا فيديو اليوم اليوم بإذن الله رح نشارك معكم بانسويس بحجم عائلي على طريقة المخابز جبت لكم الوصفة الأصلية على أصلها وصفة أكثر من رائعة بمقادير بسيطة جدا رح نحضروا بطريقة مختصرة ممتعة كما عودكم دائما بدون عجن وبدون دلك وبدون أي مجهود تابعوا معي الخطوات للأخير نروحوا مباشرة نبدو في طريقة التحضير بسم الله على بركة الله نبدو في الوصفة هنا إذن كما رحكم تشوفوا نحتاجوا زوج حبات بيض رح نخلطهم مليح بهذه الطريقة من بعد ما خلطنا البيض رح نزيدوا 5 كيسانتا الفارينا مايو عادل 500 جرام قياس الكاس المستعمل 220 ميلي لتر رح نزيد ملعقة كبيرة ممسوحة خميرة الخبز وإذا الجو بارد رح نديروا ملعقة كبيرة مع مرمليح ونزيدوا 4 ملاعق كبيرة سكر حبيبات السكر على حسب الذوق اللي يحبوه حلو رح يزيد السكر إلى 7 ملاعق واللي مايحبوش حلو رح نديروا 4 ملاعق بالنسبة لي مايحبوش بزاف حلو ونزيد نصف ملعقة كبيرة تاعم الملح يبقى دائما على حسب الذوق ونخلط المكوينات كلهم مع بعضهم ونحطوه على جنب ونجيب الكاسرونة التاعي رح نحطو فيها 3 ملاعق كبيرة مع مرة بهذا الشكل مايو عادل 80 جرام ناخذ الكاسرونة نحطها على نار هادئة ونذوبو للمارغارينتانا من بعد مايضو بنحطوها على جنب ونخليها حتى تبرد وتاخذ درجة حرارة المطبخ هنا رح نزيدو كاس حليب دافي ونبدأ نجمع العجينتاني كم ملاحظة مهمة جدا اذا مجمعتوش العجينتان كم كاس تاع الحليب تقدرو تزيدو نصف كاس ربع كاس على حسب الفارنة اللي تديروها لانه كينا نوعية تتشرب ونوعية ما تتشربش بالنسبة لي هاد العجينة اخذت لي كاس تاع الحليب بالضبط كي ما راكم تشوفو نايا من بعد مجمعات العجينتاني تحصلنا على هذا القوام رح نزيد للمارغارين من بعد ما ذوبتها وخلي تحت بردت واخذت درجة حرارة المطبخ ونبدأ ندخل للمارغارين في العجينتانا بهالطريقة نحطوها على طاولة العمل نكمل دخل مليح للمارغارين في العجينتانا كي ما عودكم دائما بدون عجن وبدون دلك وبدون اي مجود كي ما راكم تشوفو تحصلنا على عجينة ملسا طارية جدا رح نحطها في وعاء ونغضيها ونخليها حتى تدخمر ويتضاع في الحجم تاحها كي ما راكم تشوفو العجينتانا من بعد ما خمرت ما شاء الله نخرج منها الهواء بهالطريقة ونعاون نروح دائما بشوية تاع الفارنة نرش شوية تاع الفارنة على طاولة العمل ونحلها عجينتانا بالحلال على شكل مستطيل وبثمك متوسط هكذا بهالطريقة وهنا راح نبين لكم السمك كي ما قلت لكم متوسط هنا عندي شوكولات الطلي شوكولات اختيني راح نوزحها بهالطريقة هنا ممكن ديروا شوكولات الطلي او ممكن جدا تعوضوها بكريمة الحلواني او كريمة شوكولات راح نوزحها بهالطريقة منك الترش ونزيدو حبيبات شوكولات واذا ما همش متوفرين عندكم عادي مديرو همش ونبدأ نقطع شرائط متساوية بهذا الشكل كي ما شوفوا الطريقة بزيف سهلة من بعد ما قطعت شرائط متساوية نبدأ ندور بهذا الشكل هكذا ونتحصلوا لهذا النتيجة مباشرة نحطوه في الصينية التانا بالنسبة للصينية الدهنتها بالزيت على الجوانب ونحط لها ورق الطهي في الوسط واذا ورق الطهي ما هوش متوفرين لكم في الدار الصينية تعكم راح تدهنوها بالزبدة وطرشوها بالفارنة صاير داير باش بانسويس انتاكم يتحمر على الجوانب وما يلصقش في الصينية بالنسبة لحجم الصينية القطر التاحة 18 هنا الصينية تاعة شوية كبيرة من بعد ما شكلت بانسويس وكملت الصينية جاتني بزيف كبيرة وبدلت صينية صغيرة كي ما قلت لكم القطر التاحة 18 كي ما راكم تشوفوا بانسويس انتا عنا نشكلوه بهذا الطريقة العجينة تانا ما شاء الله بزيف هيلة في كل مرة نحطو العجينة تانا نضغطوه على الجوانب بهذا الطريقة وعندما ندور ما نضغطوش بزاف نرخي شوية العجنة تاي باش كي يخمر ويتضعف الحجم تايه ويطيب يجي ما شاء الله يجي بزاف رطب وخفيف اذا راح نكمل بنفس الطريقة ونغطيه بكيس بلاستيكي غذائي وزيد نغطيه بمنديل ونخليه حتيه خمر ويتضعف الحجم تايه راح نعود نأكد قطرة الصينية 18 هنا الصينية لدرتها كبيرة من بعد ما نكمل راح نرفضه ونحطه في صينية صغيرة القطرة التاحة 18 باش كي يخمر ويتضعف الحجم تايه يجي سوا سوا يجي ما شاء الله اذا كما راكم تشوفو من بعد ما خمر ويتضعف الحجم تايه ما شاء الله عندي سافر بيضاء مع نصف ملعقة كبيرة تاي الحليب نخلطو مليح وندهنو فان سويس انتانا واللي ما يحب شرحة البيض تقدرو تزيدو قطرة من الخل ولا ملعقة صغيرة نس كافي واللي ما يحبش كامل البيض راح ندهنو بالحليب وطبعا في هاداللحوظات الفرن تايه سخونس خنتو مسبقا راح نطيبوه في ٢٠ درجة ومدة clauses 20 دقيقة الصينية نحطها في الاسفل الفرن راح نشعلو له من الاسفل باش يطيب مليح ويتحمر على الجوانب من بعد راح نزيد نشعلو من الفوق ونحمرو طريق الطعي مهمة جدا الصنية تانا نحطها في الأسفل الفرن راح نشعله من الأسفل باش يطيب لنا مليح ويتحمر على الجوانب ونعود نشعل من الفوق ونحمره هنا راح نزينه برقائق اللوز وإذا ما هيش متوفرة عندكم في الدار ماشي مهم ناخد صنية تانا نحطها في الفرن نطيبه بان سويس تانا ونشوفه في شكل نهائي في مباد إن شاء الله إذن هنا كمراكم تشوفوا من بعد ما طيبته وحمرته من تحت من الفوق نحيته مباشرة من الفرن راح نغطيه بمنديل ونخليه مدة خمس دقائق باش ترجع لي هذيك الحرارة ويبقى محافظ على الرطب انتعو وهذا هو الشكل النهائي كما راكم تشوفو جا ما شاء الله يجي بزاف الرطب خفيف أكثر من رائع وبزاف بنين حذرنا بان سويس بحجم عائلي على طريقة المخابز بالوصفة الأصلية بطريقة مختصرة ممتعة نتمنى إن شاء الله الوصفة على نهار اليوم تنال إعجابكم وتجربوه بنفس طريقة وبالنسبة لأخوات اللي ديروا الوصفات انتاعي كمشروع هذو الوصفة مناسبة جدا لأنه سهلة سارعة جدا في التحضير مكوناتها بسيطة جدا ووصفة نجحة من أول تجربة مناسبة جدا ديروها كمشروع وهذا النوع من الوصفات مطلوبة بكثرة في المخابز بالنسبة لثمن البيع ما عندي حتى معلومة ممكن الأخوات يفيدوكم في التعليقات هنا رح نقسمه لكم من أجل مصدقية الوصفة كما عودكم دائما تحضروه بنفس الطريقة مع قهوة الصباح قهوة العاصر تقدموا لضيفكم وتفرحوا بها عائلتكم وليداتكم أكيد إذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايكات وبرتاجوا مع لزامي التعكم للاستفادة واللي ما زال ما اشتركش في قناتنا ندعوكم للاشتراك وضبطوا على الجرس حتى يصلكم إن شاء الله كل جديد من وصفاتي الاقتصادية والسهلة والسريعة نشكركم بزاف على حسن متابعة وتعليقاتكم الجميلة والرائعة والطيبة الله يحفظكم ويسعدكم يا رب واذكروا الله وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام انتهى الله في ربحتكم في أمان الله